مجحف بكل المقاييس ومضر للعاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة ويهضم حقوقهم ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال هكذا عبرت النقابة العام للأطباء في ليبيا في بيانها بعد قرار المجلس الرئاسي بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية القرار تره النقابة جاء دون دراسة مستفيدة ودون التماع في الأضرار الجانبية وانعكاساتها السلبية على القطاع والعاملين بي ودون التشاور مع الجهات المعنية ذات الاختصاص صدور القرار وتهديد نقابة الأطباء بالاعتصام العام لجميع الكوادر الطبية والطبية المساعدة في جميع المرافق الصحية بمختلف مناطق البلاد أمر سيضر بالقطاع الصحي المتعب من الأساس من جميع نواحيها وفي حين عدم رد الرئاسي على بيان النقابة على هذه الأجراءات التي ستقوم بها وعدم التفاتة المجلس إلى مطالبهم سيكون المواطن هو المتضرر الوحيد من قرارات لا دخل له فيها واعتصام لا حول له ولا قوة في إقافه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر